نحييكم متابعين عبر قناتنا ثانيا نقدم لكم جديد طقس الجزائر وآخر الأخبار فيما يخص الطقس وجديد وتنبيهات إن شاء الله في هذه النشطية إن شاء الله الجوية سنتعرف عن المناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار يوم الثلاثة ستة سبتمبر 2022 إذن حسب آخر تحديثات النماذج العالمية لحوال الطقس ويبقى العلم لله أمطار مرتقبة على منطقة الصورة وولاية بشار خلال الفترة الصباحية خلال الفترة المسائية ستكون هناك أمطار راحدية وستكون على أجزاء واسعة من المناطق الجزائرية البداية بالمناطق الغربية تلمسان عينتي وشنط وهران بالإضافة إلى مستغانم مع أسكر غيريزان سعيدة وسيدي بالعباس وولاية تيارة تسمسيلة بالإضافة إلى ولاية العامة شخصة مناطق شمال العامة شمال الأغوات شمال البيض كما قلنا وأيضا ولاية الجلفة وجنوبها مناطق بشار ستشهد أيضا بعض الرعود والأمطار الخفيفة أمطار أيضا قد تكون غزيرة على مناطق جنوب سقهراز جنوب قلمة شرق وليته من بواقي شمال تبسة شمال وليته خنشلاو شمال شرق وليته باتنا أيضا مناطق سطيف برج بارج لبويلا أيضا ستشهد بعض الأمطار منطقة بوسعدة جنوب عفوا لمسيلة ستشهد أيضا بعض الأمطار الخفيفة أمطار أيضا مرتقبة على توقريت وإلى غاية مناطق وليته برج ل إذن هذا والله أعلى وأعلم سنوى فيكم بجديد في قادمة الساعات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته